ثاني أطنية تدرون شو المواطن قال في التقرير الأول كلمة هي سبب مشاكلنا طبعاً كلمة وين المحاسبة كلمة وين المحاسبة هي الحل لما وزير الإسكامة يعاقب مدير العام والمدير العامة يعاقب جهاز التنفيذي الفساد يزيد يصبح عندي فساد مستشري لما نواب الأمة نايمين بالعسل وما يسنون عن القضية الإسكانية يصير عندي ما في محاسبة الفساد يزيد لذلك مشكلتنا في البلد إنه ما في محاسبة البعض من المسؤولين غير مهتم غير مكترث ولما الوزير يقدم استقالته وهو في الأصل إقالة وعلى أساس ما نجرح شعور معاني الوزير الله يطول بعمره صاحب الشركات واللي نفذ أجندة الأعمام والمعازيب حتى ما نأثر على مشاعره نقول مع الوزير تقدم استقالته ولما الوزير يقدم استقالته نظره لأن الحكومة غير جادة في محاربة الفساد ولسأل الحبيب إنه أحد لذلك معالي وزير الإسكان اليوم أوجه لك رسالة خالصة أنا قاعدت شهور على المهبولة لما شالوها وراح أستمر وأنا أوجه قضية الشاهد متبنية قضية الإسكانية حتى تقول لي وين المحاسبة المقاولين وين المحاسبة المقاولين على البيوت التي تأخروا في جابر الأحمد وين ما وصلتوا التيار الكهربائي لصباح الأحمد منطقة صباح الأحمد ليش الخرير في البيوت اللي سلمتوها ليش في تأخيره في البيوت اللي ما وصلت لها التيار وما توزعت ليش التأخير في توقيع العقود هذه مسؤوليتك معالي الوزير وإذا معالي الوزير ما أنت قادر قدم استقالتك وعطي الناس الثانين يشتغلون أعزاء المشاهدين أهالي منطقة صباح الأحمد يليت الدزولنا كل التقارير دزولنا وزهقونا من التقارير حتى نبين المعالي الوزير حجم المخالفات في هذه المنازل البعض يقول لي ترى بحمد بيتين ثلاثة قولوا لهم هم بيتين وثلاثة ولا شنو دوركم أخوانا الساكرين في منطقة صباح الأحمد دزولنا كل يوم تقارير حتى نوجه الرسالة إلى معالي وزير الإسكان وقول سبب بلانة وين المحاسبة أزال المشاهدين وصلاة